وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيت من السعر الرسمية حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 652 قضية تموينية ومستندية وعينية بمضبطات حوالي 1500 أطنان وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 71 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تم ضبط 848 طن كما تم ضبط 86 طن في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي أما في مجالي قضايا المخابس فقد تم ضبط 924 قضية من بينها 171 قضية خبز نقص الوزن و167 قضية خبز غير مطابق للوسطات